البادية المصرية فأنت على موعد معها اليوم من خلال مخيم بيت البادية المصرية المقاوم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المخيم يسلط الضوء على التراث الثقافي لأهالي حلاي بوشلتين من خلال الندوات والأمسيات الثقافية عندنا فعاليات ندوات ندوة عن التراث والثقافة الشعبية في البادية المصرية نستضيف رموز القبائل العربية في الشعر والموسيقى والغناء والتراث الأدب والصفة عامة نقيم ندوة حول تراث هذه القبيلة اللي يأتي إلينا في أرض المعارض ثم موسيقى شعرية من أبناء هذه القبائل الموجودة يعني وفي الختام يكون احتفالية غنائية بموسيقى البادية المجرونة والسمسمية وهكذا المخيم أيضا يضم البرنامج التراثي والذي يتناول تراث البادية المصرية من خلال عرض مجغولات يدوية وأزياء تعكس حضارة أهالي حلاي بوشلتين طبعا دي حاجات تراثي حاجات شغل يدوي بالخوس والجلد والخرز حاجات كله جلد طبيعي نحن صعداء جدا بشاركة الجمهور في هذا المعرض بالنسبة لحلاي بوشلتين تعتبر أول مشاركة يعني لفتة بالنسبة من الوزيرة أنه في الكرول الشعب بتحلاي بوشلتين يعني لأول مرة يشارك في هذا المعرض اللي هو معرض القراءة اللي هو تنظيم عوزارة الثقافة للجماهير وبعدين طبعا يعني السيدات طبعا يعني معها المنتجات اليدوية اللي هي اللي التاريض همامسة حضاراتكم هذه المنتجات اليدوية الخاصة بالسيدات يعني نحن عندنا الجلد الطبيعي الشنط وعندنا مشغولات بالخوس وعندنا بالخرز وبالحاجات المشغولات يدوية كلها دي صراحة حاجة تشرفنا تمام إحنا نكون متواجدين في معرض الكتاب نقدم التراث بطاعنا نعرف الناس التراث الموجود في حلاي بوشلتين على هامش الفعليات التي يقدمها المخيم يستمتع زوار المخيم بالأغاني والرقصات التي يتميز بها أهالي حلاي بوشلتين